ما تنسوش تعملوا سبسكرايب القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بينها المدارس الصحة تكشف عن خمس جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة عدم السماح لعدد من الكيانات والجهات بالعودة للعمل مرة أخرى أثناء جائحة كورونا لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها يأتي ذلك ضمن الخطة الكاملة التي نشرتها وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق وتشمل هذه الكيانات الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية المطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل التلبات المتبع حاليا الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات صالات التمارين واللياقة البدنية والنواد الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات ومن المقرر أن تنفس خطة التعايش على ثلاث مراحل الأولى وهي مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة ويبدأ تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمال الحالات الجديدة المكتشفة في إسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية والمرحلة الثانية وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يوما والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض